السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مرحبا بكم فيديو جديد ووصفة جديدة على قناتكم الطبخ كويزين دو صوفيا ووصفة اليوم ستكون عبارة عن طرد بالتفاح ما غنحتاج لها لابات سابلي لابات فلتي اقتصادية بمكونات مضبوطين وكتجي قمة في الروعة لا في المدق ولا في المنظر كنتمنى لكم فرجة ممتعة واندوزوا المقادير والطريقة للتحضير على بركة الله نسبة المقادير هنا لدينا جوز البيضات الصغار يكون في درجة حرارة الغرفة زيت النباتية زيت النباتية زيت السكر سانيدة خليب بارد صاشت الفاني خميرة الحلويات وزن 8G موناقى الاستدالة لي خليف ووزن الملح رجل الملح وضع المطبخ من القاعدة على شكل دائري ونبدأ بطريقة تحضر على بركة الله سأخذ الكاز الخلط الكهربائي ونضع السوائل سكر سانيدة سوف نضيف الفاني سوف نزيد السيس سوف نزيد الحليب ونزيد الرشة الملح ونضيف كل شيء يتخلط ليه يمزيان يطرب تقريباً 1-5 دقيق قبل أن نسجم المكونات ويجعل الخلط نوعاً ما شوية تقيل ويكون لون تغير شوية بحل صفيفر بارد سوف نضيف الدقيق الخمير كاملين كيفما كتشوفوا القاعدة سوف نضيف الساعة المعلقة كبار كيفما كتشوفوا قد يكون عامري مزيان ديال الدقيق الأبيض يكون نوعية جيدة خاصة بالحلوة ويكون مغربة باش ما يخليش لنا تكتولة في الخليط سوف نضيف الساعة الخميرة الحلوة ونرجع كل شيء يتطرب ليه يمزيان حتى نحصل على واحد الخليط انطلقك حلى ما يضيف الساعة المعلقة تظيف الساعة المعلقة غبيت أحضر خذها سوف ننتجل كل شيء يخلط مزيان سوف نكون الخالط في المول لدينا ورقة المطبخ وضع أقل ورقة المطبخ يمكنك التقاطي الوصول على ورقة المطبخ وضع أقل ورقة المطبخ تجد الترطة تحيد معنا بسرعة من المول ونضمن أنها تلصق لها نهائيا وستنهزها وستهز معنا بسهولة مع القوامات تجد إسفن خفيفة سوف نزع الكمية كاملة ونضع أقل وضع أقل ونضع أقل كرام باتيسيا سوف نحتاج له السكر سانيذة مع القوامات كبيرة ونصف كرام باتيسيا ونضع أقل بارد قطع تفح سوف نضع أقل ونضع أقل ونضع أقل كرام باتيسيا سوف نضع أقل فائد سوف نضع أقل بالضونة سوف نضع أقل حليب بارد سوف نضع أقل ثم نضع أقل ونحرك نضع أقل مع قيمة سوف نضع أقل ونضع أقل كيف لا تشاهدونها خضرة يعني كيف موجدناها درناها في المول حطيتها جانبا صافي ونبدأ فوق من هذيك الكريم باتيسيا ونبدأ الكمية كلها اللي عندي في الكاثرونة على الوجه الكيكا ونطلقوا إن شاء الله من بي ونطلقوا إن شاء الله من بي ونطلقوا في الكريم باتيسيا قبل ما تجمع معكم في الكاثرونة يعني مني تكون بقى سخونة وهي جارية يعني بدأوا تبزعوها على الوجه الكيكا سوف نأخذك القطع التفاح وقطعوهم غلط شوية يعني باش تحسوا بهم مني كتكونوا تتاكلوا الطرطة ديالكم باش ميجوش دايبي يعني يبقوا القطع ديالتفاح سنضر بالمول كامل بالقطع ديالتفاح ديالي الطرطة راها كتجي من أروع ما يكون يعني كتجي منينة بزاف وكيف شفتو راها ساهلة والمكونات راهم اقتصاديين يعني بلا عذاب بلا تمارا ما غنحتاجو لا لابات فويتة لا لابات سابلي ما كيلة طيبة هذي وعني تخرجها وعمرها لتحاجة يعني عمرنا كل شي في دقة واحدة كيف ما كتشوفوا اسطفة القطع كاملين غد ناخد ديالتفاح ديالتفاح غد ناخد ديالتفاح ديالتفاح اختيارين يعني لما عندكم شو ما بويتوش تديروهم غد ناخد ديالتفاح غد ناخد ديالتفاح غد نعمر جنيبات كاملين يمكنكم تعودوهم بالكوكا وإيفيلة او لا تستغنوا عليهم يعني يعني تخليوا غير تفاح من الفوق راكي يجي شكل ديالتفاح وكنتمنى انها تنال اعجاب ديالكم يعني هذي الوصفة هذي نقدروا نحطروها في ليلة العيد نخليوها في تلاجة برد على خطرها وصبح نقدموها في الفطور ولا نقدموها في القطع سهلة بزاف اقتصاد ناخد هنو واحد المعلقة كبيرة ديالتفاح سنرشها من فوق دكتفاح يعني غد نرشها على تفاح كامل باش من اللي يندخلوا الفران يتعسل يدكتفاح وياخدوا 1 لون ذهبي يعني اتكاراميليزاي ياخدوا 1 لون كاراميليزاي سوف ندخل المولدي إلى الفرن سخنتو ومن قبل درجة حالي نشعل ملتحت حتى الطيب الكيكا ويبانوا لي الجناب بدو كي ياخدوا واحد اللون ذهبي سوف نشعل عليها من الفوق نخليها حتى التحمر ويتعسل هادك التفاح سوف نطلقوا ان شاء الله باش نشوفوا الشكل النهائي وهذا هو الشكل نهائي دل وصفة اليوم اللي شاركتها معاكم اللي كانت عبارة عن تورطة بالتفاح والكريم باتيسيار راكت جيزوين بزاف من اروع ما يكون كيف ما كنتشوفوا المنظر ديالها راها راقي ولماذا قديلها راها ما نتذكروش عليه لما لا نحضروها في الفطور ديالنهار العيد او للقوتيك ولمنتعوا بالعائلة ديالنا راها كتجي خفيفة كيف ما شفتوا المقادرة هم اقتصاديين وحضرناها في واحد الوقت اللي هو اقتصر بزاف بالنسبة للناس اللي اول مرة كيشاهدوا هاد الفيديو كنتمنى انهم يشتركوا في القناة ديالي ويفعلوا الجرس باش يوصلهم دائما الجديد وكتروا لي من اللي لايك ومن التعليق الجميلة ديالكم اللي كتحفزني وكتخليني مازا نزيد القدام وما تنسوش تبغطى جيو الفيديو مع اكبر عدد من الناس في المواقع التواصل الجماعي والعائلة ديالكم باش يوصل لعدد كبير من الناس سوف نقطع معكم محترف باش تشوفوا الشكل ديالها كيف يجي من الداخل شوفوا راها كتجي بحل طغط تماما يعني اختصرنا فيها وقت وختصرنا فيها المقادر وحصلنا على نتيجة اللي هي اكثر من رائعة مبقى لغينجو لكم السلام عليكم وشكرا لكم على حسن المتابعة وانتلقوا في فيديو تدعان قريب ان شاء الله اشتركوا في القناة